رسالة خراكة تقول سلام أنا ضعيفة وفي الحنيشات وعندي تشقق الأرداف والبطن والتراهل يعني ده كله؟ نعم مجموعة من المشاكل دكتور طيب يلا إذا كانت تسمعنا هذه الأستاذة الأخت هذه الفاضلة أول حاجة أنه نحاول تدهن منطقة الأرداف منطقة التشققات بزيت أرقان زيت أرقان يا ناس مفيد جدا لهذه النقطة زيت أرقان يفيد في إزالة التشققات حتى بالنسبة للمرأة وأنا قلتها وأعدها وأكررها المرأة الحامل إذا حبت أن لا تظهر عندها تشققات على بطنها زيت تدهن من الشهر الرابع أو الشهر الخامس الشهر الخامس أفضل تدهن بزيت أرقان تدهن بطنها بزيت أرقان قليل من زيت الأرقان عندنا كذلك زيت الخزامة زيت الكاليبتوس زيت الزعتر دول بشد العضلة يعني بحاولوا أنه يمسكوا العضلة إذن بالنسبة لمنطقة أجتانية يعني نعم خلص الأرداف ومشكلة ديال تراهول مشكلة تراهولات على البطن يفيدها كثير زيت الخزامة زيت البابونج أو كذلك إذا حابت تعمل كضماض على بطنها بالخرطال دقيق الخرطال مع العصير الحامد مع كذلك زيت الزيتون ونعمله كضماض على البطن على منطقة التراهول هذا يشد البطن ويشد العضلة يشد البطن ويشد العضلة عندنا نقطة أخرى مفيدة جدا في الموضوع هذا هو مرد الدوش مرد الدوش يفيد في منطقة الزيت مرد الدوش أو حتى عصير المرد الدوش ندينه على منطقة البطن هذا يشد العضلة ويمسكها ترجمة نانسي قنقر